استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقاً بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي راشيد السبت بالقصر الملكي بالرباط السيد عبداللطيف الجواري ولي بنك المغرب الذي قدم إلى جلالته التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021 في معرض كلمتي بين يدي جلالة الملك قال السيد الجواري إن الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021 رغم سياق دولي صعب من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7.9% وذلك بفضل إطلاق جلالته لحملة التلقيح التي عرفت تقدماً استثنائياً ولبرنامج الإقلاع الاقتصادي وكذا بفضل الإبقاء على التحفيزات النقدية والمالية علاوة على الظروف المناخية المواتية من جهة أخرى ذكر السيد الجواري بأن ورشة عميم الحماية الاجتماعية الذي بغضر جلالة الملك بإطلاقه تستشهد به اليوم العديد من المؤسسات والشركاء الدوليين ولإنجاحه وتتميمه في الآجال المحددة شد دوالي بنك المغرب على ضرورة استكمال المشاريع الموازية التي من شأنها أن توفر جزءاً من الموارد الضرورية لذلك كإتمام نظام المقاصة وتنزيل السجل الاجتماعي الموحد كما لا يزال إصلاح أنظمة التقاعد جزئياً وغير مكتمل في حين أن التوازنات المالية تشهد تدهوراً مثيراً للقلق وقال السيد الجوهري أن العالم يستعد لدخول مرحلة جديدة تطبعها تحولات عميقة ترتبت عن الأزمات المتتالية أو تسارعت جراءها ولمواجهة هذه الظرفية الصعبة ذكر والي بنك المغرب أن الثوابت الوطنية والرأسمال البشري تبقى المؤهلات الرئيسية للمملكة واعتبر السيد الجوهري أنه يتوجب على جميع الأطراف المعنية والقوى الحية التجند وراء جلالة الملك مفعمين بروح المصلحة الوطنية التي يجب أن تعلو فوق كل اعتبار شخصي في أوي أو حزبي من أجل تحقيق الطموح المنشود والمتمثل في الرقيب المغرب إلى مصاف الدول الصاعدة بهذه المناسبة قدم السيد عبداللطيف الجوهري لجلالة الملك حفظه الله التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021